لا تكتفي الحرب بتدمير الحاضر بل تمتد مآسيها وأوجاعها ليحملها البعض قدر لهم في المستقبل وبحسب الصليب الأحمر فإن ستة آلاف يمني أصيبوا بإعاقات دائمة خلال العام 2015 جراء الحرب التي شنتها الميليشيا على معظم المحافظات إيمان شابة من عدن أطاح انفجار في منطقة البساتين بساقيها وقتل زوجها الذي كان برفقتها لتضعها الحرب في تحدي مع مواصلة الحياة ثابت علي هو الآخر لم يكن يتوقع أن الميليشيا قد لغمت كل مدينته ليتجنب الخروج إلى شوارعها ويحافظ على ساقه التي تعرضت للبتر بعد أن أنفجر بها لغم في أحد شوارع مدينة كاريش التابعة لمحافظة لحج أما سليم فقد أصابت قذيفة للميليشيا منزلها وقتلت عمتها وجرحت زوجها وأطفالها الستة أما هي فقد تعرضت يدها للبتر لتحمل معها آثار الحرب التي تحاول التغلب عليها باستخدام يدها اليسرى للقيام بأعمالها المنزلية علي عبد حزاب مدرس رياضيات تسبب انفجار كبير بفقدان ساقيه في أغسطس العام الماضي أثناء سيره في حي الكنب بمدينة تعز لتتركه المعاناة في تحدي مع مواصلة مهنة التعليم الأطفال أيضا كان لهم نصيب من المعاناة خلود علي البالغة من العمر عشر سنوات فقدت ساقها اليسرى في انفجار ضرب منزلها وأودى بحياة والدها واثنين من أشقائها لتعاني الحرمان من الأسرة والإعاقة في آن أما الطفلة حيات ذات الأعوام الثلاثة والتي تنتمي لمحافظة عمران فإن تجربتها مع الألم كبيرة بعد أن فقدت شقيقها وساقها بغارة خاطئة للتحالف لتبقى على هذا القدر من الألم اشتركوا في القناة